طيب الحديث عن المواجهة المرتقبة بين الأهل وراء المدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يمكن الحديث لم يتوقف فقط في الصحف المحلية ولكن الصحف الأوروبية والصحف الأسبانية كان لها حديث مهم جدا وعنوين رنانة يمكن صحيفة أس الأسبانية قالت وصلات الضوء على نهاء القرن المرتقب ووضع التسورة للشناوي أمام فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي وقائد خط هجوم فريق الريال وقاله في المنشط الرئيسي على الصورة ملوك العالم ريال مدريد والأهلي هم الأفضل على الإطلاق في أوروبا وإفريقيا عندما تتحدث أكبر الصحف الأسبانية عن مكانة وشعبية وإمكانيات الأهلي والصورة المضيئة للنادي الأهلي اللي بيمثلها عن الكرة المصرية أو حتى عن الكرة الإفريقية في المحافل الدولية ده بالنسبة للصحف الأسبانية والبداية كانت من صحيفة تقاس لكن نروح كمان لصحيفة المركة ضمكة هولمان شبت معانا والغلاف لكن صحيفة المركة قالت مدريد يتجه لإبتلاع العالم مرة أخرى وطبعا زي ما أنتم شايفين الشعار بتاع الريال طبعا الريال مدريد هو النادي الملكي والتاج الملكي يمكن ده الشعار نادي الريال لكن طبعا هي المركة بتتكلم على قدرات الريال في كأس العالم وأن الريال على فكرة من الفرق الأوروبية اللي لما بيدخل أي منافسات عالمية ما بيدخلش بهزار أو ممكن يتهون في نتيجة مباراة أو بطولة عكس الفرق اللي بتيجي مثلا من أمريكا اللاتينية لا الريال دائما من المداخل عايز يكسب المباراة اللي بياخدها وبيكسب البطولات اللي بياخدها والبطولة دي بالنسبة الريال مدريد على فكرة بطولة مهمة جدا نتيجة النتائج في الدور الأسباني متردية ومتأخرة شوية فعايز يعمل بطولة معنوية ترفع من معنويات الجهاز الفن واللاعبين بقيادة أنشلوتي قبل ما يرجع للدور الأسباني إنه فيه فرق نقاط ما بينه وما بين البرصة بيصل حوالي دلوقتي اللي تم النقاط بعد اخسارة الريال أمام مايوركا